خمس وعشرون شاحنة تحمل عشر آلاف برميل نفط عراقي وصلت الأراضي الأردنية بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فبراير الماضي بين الأردن والعراق وبعد توقف دام خمس سنوات بسبب سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار حيث من المتوقع استقبال أربعة ملايين برميل سنوياً أي بنسبة سبعة بالمئة من احتياجات المملكة الكلية استمرار للتعاون مشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق استلمنا اليوم بموقع مصفات البترول الأردنية 25 صهريج محمل بالنفط الخام العراقي واللي بيجي ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة البلدين الشقيقين بشهر شباط الماضي الكمية اللي متفق عليها هي عشر آلاف برميل يومي وهذه الكمية راح تساهم بحوالي سبعة بالمئة من احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط الخام العراقي عودة النفط الخام العراقي سيكون له انعكاس ايجابي على قطاع النقل في الأردن حيث تم الاتفاق على تقاسم تشغيل الشاحنات بين الأردن والعراق الأمر الذي سيسهم في دعم قطاع النقل حيث تشتري الحكومة الأردنية النفط الخام من حقول كاركوك بما يعادل أسعار خام برينت على أن يحسم منها تكاليف النقل وفرق المواصلات راح يقومون على عملية النقل الاتفاقية بتنص ما بين الحكومة العراقية والأردنية على أن يكون 50% عراقيين و50% أردنيين طبعا هاي الصحيح أنها أول شيء فيها مردود إيجابي لقطاع النقل عندنا شركات النقل النفط الخام تعرف راح يأخذوا جزء كبير من هاي الشاحنات اللي تنقل على العقبة لعمان والزرقة راح تتوجه لوين لبغداد هذا ومن المتوقع أن يؤثر بدء تدفق النفط العراقي على الاقتصاد الأردني من خلال دعم خزينة الدولة حيث تحصل الأردن على النفط بأسعار تفضيلية بينما يؤثر أيضا على نوعية النفط المستخدم من جهة أخرى دعم الكرد قناة الغد مدينة زرقة الأردنية